من قلب المعاناة يولد الإبداع ومن بوابة النجاح يدخل فقط المشاهد المصر الطموح الذي يتحدى الصعاب والمناغصات الحديث هو يؤسد عن المغرب التتواني الذي بصم على أسوأ بداية له في قسم الكبار لكنه كان وبامتياز سيدا لمرحلة الإيابة فبعد انطلاقة خاطئة غير مسبوقة تميزت بتغييرات متكررة في الجهاز الفني بوضع ثقة في المدر فؤاد الصحابي أولا ثم التخلي عنه قبل بداية البطولة وتسليم المشع للجزائر عبدالحق بن الشيخ الذي لم يتل المقام هو الآخر بعدما أخفق في وضع قطر الفريق على سكته الصحيحة هازمة تلو الأخرى والفريق يقبع في المركز الأخير في مشهد غير مسبوق لنادي الحمامة البيضاء منذ صعوده لدور الأضواء فكان التلاق هو القرار الذي اقتنع به المكتب المسير وأيضا المدرب الجزائري الاسم الثالث الذي قاد أبناء تتوان كان المدرب يوسف فرتوت الذي حط الرحال بملعب لاي بيكا بعد الكثير من القيل والقالة رغم التغيير النتائج لم تكن في مصة وطموحات المكتب المسير الذي لم يصبر كثيرا على فرتوت ليغادر تتوان بعد الهزيمة بيثنائية في ملعب الفتح الرباطية أرحى لفرتوت فتم اللجوه لابن الدار عبدالواحد بن حسين علّه يكون البلسم الشافي لجراح المغرب أتليتيكو تتوان قدوم الربان الجديد كان له مفعول السحر عشر جوالات حقق فيها الفريق 26 نقطة ليحقق حلم البقاء في القسم الأول وهو الأمر الذي كان يبدو مستحلا وبكل المقاييس تمت المهم بنجاح وبن حسين كان في مستوى التطلعات بل أكثر من ذلك لكن على هذا الإنجاز ألا يخفي غابة من المشاكل المالية التي يتخبط فيها الفريق والتي جعلت اللاعبين يرسلوا نذاء لكل مكونات المدينة من أجل أخذ مستحقاتهما بعدما تحدوا كل الصعاب من أجل أن تبقى تتوان حاضرة في قسم الكبار جميع اللاعبين تنطلب مستحقات دينا الحاجة التي لم يقدرنا أن نقف على فوق المباراة فكننا نجد جميع الناس دي المدينة جميع المسؤولين دي المدينة خاصة أن الفرق المغرب الشيطان ليس دي اللاعبين أو دي الجمهور أو دي الناس المسيرين فكل فعالية دي المغرب الشيطان اليوم تنطلبوا أن يفرجوا على المستحقات دينا لأننا نحن لاعبين فالقود عجل دينا هو كرة القادمة حقيقة أن الإصرار والطموح يصلني لبار الأمان لكن دون سيولة مالية كافية في المستقبل فالمات قد يكون مستقبله غامضا خاصة إذا لم تتم تسوية الوضعية المالية للاعبين سريعا إذ من المحتمل أن نرى الفريق يفقد أبرز أسماءه وبالتالي قد يعود من جديل النضال من أجل البقاء في القسم الأول وهو الذي تعود المنافس على منصات التتويج على الأقل في عهد الاحتراف موسيقى